ونعود لمتابعة أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي اليومي وزارة الصحة السعودية ومعنا من مقر عقد هذا المؤتمر الزميل عبد المحسن الحربي أهلا بك عبد المحسن ما أبرز ما دار أو ما يدور حاليا في هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية مرحبا محمد هناك الكثير من الأمور تدور في المؤتمر الصحفي هذه الأيام لسيما بعد الحديث عن موجات متتالية بدأت تضرب عدد من المناطق الأوروبية نتحدث اليوم عن هذه قلق كبير صاب الناس هنا بسبب هذه الموجات التي تضرب مناطق متفرقة من العالم ولكن الحالة بسعودية حتى الآن مستقرة هناك عدد في الإصابات المنحنة الوبائي لازال عدد مستقر جدا اليوم تم الإعلان في هذه اللحظات تحديدا ومن هذه القاعة التي نتواجد أمامها يتم الإعلان عن عدد من الإصابات حيث سجلت الوزارة 323 إصابة وزارة الصحاب هذه الإصابات توزعت على عدد من المدن تحدثت على المدينة المنورة كانت هي الأعلى ب62 إصابة الرياض 41 إصابة هي في المرتبة الثاني مع ذلك كل الإصابات لازالت في أعدادها الطبيعية التي لم تزيد خلال الأيام الماضية أيضا هناك متحدثة وزارة التعليم الأستاذ ابتسام شهري ستكون أيضا في هذا المؤتمر الصحفي لتتحدث عن الاختبارات التي ستكون عن بعد بعد ترم كامل من الدراسة عن بعد كانت عن طريق منصة مدرستي وكذلك قنوات عين التعليمية سيتم الإعلان خلال هذا المؤتمر ولعلها ابتسام شهري تتحدث في هذه اللحظات في داخل هذه القاعة عن آلية عمل هذه الاختبارات عن بعد وعن عمل هذه المنصة وكذلك أبرز التطبيقات التي سيتم العمل فيها خلال الاختبارات التي ستعقد عن بعد محمد كان هناك تجربة للاختبارات قياس التي أقيمت قبل تقريبا ثلاث إلى أربعة أشهر من الآن وكانت عن بعد كان هناك عدد من المشاكل التي واجهت هذه التجربة لكن وزارة التعليم الآن لديها تحدي كبير جدا في اختبار عدد كبير من الطلبة في أيام متقاربة في منصة واحدة فبالتالي نحن ننتظر ما سيتم الإعلان عنه من وزارة التعليم في خطتها لإدراج هذا الكم الكبير من الطلبة في هذه الاختبارات عن بعد منتظر المزيد من التفاصيل ربما منك عبد المحسن الحربي بعد انتهاء هذا المؤتمر الصحفي شكرا لك عبد المحسن شكرا لك